أخ يناشد يرسل مناشدة وهي مهمة يقول يرحم الأمهات يناشد الدولة يرحم الأمهات يرحم الآباء يرحم الأطفال يرحم الزوجات يرحم الإخوة والأخوات بإقرار قانون العفو العام يا ليت الوقف السني يحف خطباء الجمعة على هذا وأنتم في البرنامج تناشدون الدولة لإقرار قانون العفو العام حقيقة ناشدنا ونناشد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان ونناشد مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لإقرار قانون العفو العام لأن السجناء في العراق هناك آلاف مؤلفة اتهموا بتهم لم يسمعوا بها قبل التحقيق ثم انتزعت منهم اعترافات بسبب أن التعذيب الذي في التحقيق الموت أهون منهم لذلك يقول سأعترف لأعدم لأنه أهون من هذا التعذيب بسبب أناس لا يخافون الله ولا يرجون اليوم الآخر ولعنة الله على كل من انتزع اعترافا بتعذيب إن كان محققا أو كان قاضيا أو كان ممن يمثل عنهم لعنة الله عليهم جميعا لأنهم ظلمة والله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين أنا أستثني العادل العادل حاشاه إن كان محققا أو كان قاضيا العادل حاشاه لكن من ينتزع بالتعذيب والإكراه هو محرم بالقانون الدولي ومحرم بالقانون العراقي لكن العراق لا توجد فيه عقابة القاضي يرى المتهم الذي يساق إليه وآثار التعذيب عليه ظاهرة بورام وغير ذلك ورغم ذلك يسأله هل عذبت؟ ماذا سيقول؟ إذا قال نعم يقول إعادة التحقيق أي إعادة التعذيب وإذا قال لا وأنه يراه بعينه سيكتب ما بصم عليه بالإكراه فهذا وأمثاله في رقابكم أنا أعلم بأن الذين يعرقلون إقرار قانون العفو العام هم أنفسهم الذين كانوا سببا باعتقال هؤلاء وهم أنفسهم الذين لهم غايات ومرامي قذرة في الأحكام التعسفية كالمؤبد والإعدام ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم سيلعنكم الله وملائكته والناس أجمعون ويلعنكم التاريخ إن لم تكونوا تخافون من الله على الأقل حافظوا على سمعتكم التاريخ ماذا سيقول عنكم ماذا سيقول التاريخ التاريخ لن يقول عن الكلب بأنه أسد سيقول عن كلب كلب ويقول عن الأسد أسد لذلك نناشد الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء العلا وكل شريف في الحكومة وخارجها أن يسارعوا بإقرار قانون العفو العام لذلك نناشد الرئاسات الثلاث